تقول هل يجوز أني أدعو بهذا الدعاء دعاء سليمان عليه السلام ربي هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي شاذ بارك الله فيك الدعاء بدعاء سليمان عليه السلام من الاعتداء والنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الاعتداء في الدعاء وقال سيكون من أمة أقوام يعتدون في الدعاء والطهور في الدعاء والطهور ولذلك هذا نوع من العبث نوع من الاعتداء والنبي عليه الصلاة والسلام حين من فلت عليه جني وهو في المسجد مكنه الله عز وجل منه فقبض عليه وخنقه حتى يقول النبي عليه الصلاة والسلام وجدت برد لعابه على يدي ثم قال تذكرت دعوة أخي سليمان ربي هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي ولولا ذاك لربطته في سارية من سواري المسجد يلعب به صبيان المدينة فيأتي شخصا خاتم المرسلين ما دعا بهذا ولذلك تذكر دعوة أخي سليمان فلما تقولين أنت ربي هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي ماذا تريدين وماذا تريدين بهذا الملك فهذا عبث واعتداء في الدعاء وما ينبغي للإنسان أن يضيع وقته بمثل هذه الأدعية ترجمة نانسي قنقر